موسيقى 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 أنا دوست واحد الفترة هذه الأيام كل هذا كانت عندي صعوبات صحية فهذه الفترة كنت من بعد ذاك الفحص المراقبة الدورية اللي كان عمل على الجهاز الهضمي بنت بعض المشاكين اللي محتاجات لها المعالجة لذا بقيت فيها الفترة هذي نفسها اللي باقي تنأخذ فيها هذوك الأدوية وقعت الطريق هذة ممكن تقلس وقفت بسرعة وتقطع لها هذا ك الوتوندونداشيل هو اللي تقطع العربية يمكن كيسميها رابط الكحيل أو او كعب كحيل او عنده بعض الاسماء. فمن بعد نمنع عملية جراحية. باش لك الطندن اللي يتقطع يعودي يلسق ويتقوى ويردوه للبلسطو على اساس انه عندي خمسة وربعين يوم ردي نبقى في القبس من نتحرك بهديك الرجل. ومن بعد ان شاء الله عندي خمسة وربعين يوم نبدأ حصاصي للترويد. كيمكن تمتد شهر ان شاء الله. مثل العملية يعني؟ المهم نهار اثنين مقبل غادي تكون عندي اول يعني مراقبة كنتخول ديال كدير الامور. وهذه نكمل ما تبقى من الادوية ونخس مدة طويلة كيتطلب انه ناخد ادوية لك تجري الدم باش ما يكونش واحد الكواغيلاسيون لي للدم. وفي نفس الوقت ندير بعض الحركات ولكن بلا من نعفض يعني بديك الرجل اللي هي اللي كانت فيها العملية. وذلك ساعات هدوك غادي نشوف من بعد المراقبة شنو غادي يطلبوا مني نعمل باش من بعد المرحلة اللي ولا ديال ديال الادوية اللي خليت. ولكن الحمد لله هزا ما ما كنت اشي مشكل. اه واحد الوقت كانت عندي صعي بحتا ننقرعه ولا نطلع على شي حاجة لانه شوية الالامو هذا. ولكن الان تيمكن لي بجميع الاحوال نصحاح للطالبة للاوراق ديرهم. اطوعوا بزاف ديال الزملاء باش يعوضوني في عملية صحيح ولكن كان فضل مادام عندي هاد القدرة من ديال نصحاح طلبة نسبة الدورة الاستدراكية. مادام عندي هاد القدرة نصحح ما كنتش مشكل نكمل تصحيح ديال. اللي كانت تكون غالس يعني هاد المدة طويلة بالنهار وبالليل زيما اختبار جديد. عشتو في الماضي عمليات اللي كنت جريت. ولكن هادا كيبالي ربما اطول غادي امتد ربما مدة اطول من من الاختيبارات السابقة. وهي طبعا مسألة جديدة والانسان اللي حاولي تتأقلب معها. وهو را متبع المشاكل لي البلاد ومتبع المسائل. وفي انتدار ان شاء الله غادي طبعا ضعت لي اجتماعات حزبية وغادي اجتماعات حزبية اخرى ما ما نتمكنش انشطة عمومية بحال من دوادي حول استاذ محمد عبد الجابري المرحوم استاذ محمد عبد الجابري السياسي اللي تعذر عليها نحضر لها. بالاضافة للقاءات مع بعض الاصدقاء اللي كانت موبرمجة مثلا بمناسبة عودة الصحفي احمد ريدا بن شمسي المغرب الان كان واحد لقاء دي الاصدقاء البارح تاوي ما تمكنش انحضر ليه. بالاضافة بزرق الانشطة وانشطة حزبية واجتماعات مهمة ولكن ما عندي مغادين دير يعني خسنين نلتزم بالتعليمات دير الطبيب ومن اللي تسالي هاد المرحلة نعرفه بالضبط هشنا هي الاسباب اللي اللي ادات له هاد سميته ولكن بصورة عامة الانسان ملك اللي وصل الانسان ملك اللي وصل الى ستين فوق ستين كاتف داب واحد عادات المشاكيل انا من الناس اللي مازال ما فهموش بانهو خسهم يلائموا ما بين تقدم في سين والمتطلبات ديال هادك اللي يلتقدم في سين بمعناه انهو خسهم يخدموا بايقاع تتلائم مع السين اللي هما وصلوا له انا كان نخدم بايقاع ما متلائمش يعني انا كنت حمل مشؤولية في هاد القضية